المتطوعين بصراحة في مهرجانات عدة وفي محافل عدة مصرية بقينا بقى شوفهم سر كبير من أسرار نجاح هذا المحفل الدولي مش بس المصري الحقيقة بقى عندنا مجموعة من الشباب بيبقوا زي الورد الواحد بيسيبه هو بيعمل ايه وبيعطي يتفرج على طريقتهم في استقبال الناس وطريقتهم في حل مشكلة كمان يتحط فيها حد فلا يعني جيش مدرب ومنظم بيكون سبب كبير في نجاح المعرض ده فعلا مجموعة من الشباب يعني فعلا بنفتخر بيهم وبنتشرف بيهم يعني احنا بنشوف مواقف ومشاكل بيقابلوها وبيحلوها بنشوف ازاي بيحل وازاي بيتعرض لي على فكرة هما بيتعاملوا مع جمهور التعامل مع الجمهور مش سهل ابدا لما يبقى شاب لسه هم شباب في الجامعة كلهم شباب صغير لما يتعامل مع جمهور يعني في ناس كتير جدا صعب عليها التعامل مع الجمهور لان الجمهور له طريقة معينة في التعامل له طريقة في حل المشكلة او اي ازمة بتطرق عليهم الشباب دول بصراحة يعني مدربين كويس جدا عندهم يعني حكمة بشكل اكبر من سنهم مش فعلا يعني فاحنا بصراحة بنقدم لهم كل الدعم وكل التشجيع عشان هما فعلا يستحبكوا ده فعلا رسالة حضرتك لكل اللي راح يزور المعرض في الدورة الخمسة وخمسين اي ما يفوتوش في المعرض الصنادي لا ما يفوتوش حاجة يعني ما يفوتوش حاجة كل رقم معرض الكتاب مليان بهجة يعني فعلا ما بتبقاش يعني يوم مش كفاية ولا يومين كفاية لا فعلا حضرتك عندك حق يوم مش كافي ما يفوتوش حاجة من كل القاعات الخمسة ما يفوتوش حاجة من النقاط اللي فيها حاجات فنية يعني كعسف مفرد وبعض الحاجات زي كده الندوات والفعاليات الثقافية السرية جدا وفي غاية الغنى والثراء الفكري طبعا كثير من الفعاليات وكثير من الأنشطة للطفل في حاجات للطفل مبهجة جدا زي عشان كده من اكد على الأسرة المصرية مسألة زيارة معرض الكتاب وقد اينا ممكن يعني يضيف روح من الألفة والبهجة على حتى وجودنا مع بعض كأسرة داخل روحة معرض الكتاب السنادي في دوريته الخمسة وخمسين أشكر حضرتك شكرا جزيلا